نحن نبدأ معيك وكالعيدة بفقرة الصحافة ومتابعة الأهم عنوين الصحف الموجودة النهاردة 11 مارس ومعينا أستاذ عماد خليل صحفي بجريدة المصر اليوم سبعة خيف أهلا بك أهم الأخبار الموجودة معينا النهاردة من المصري اليوم الصفحة الأولى سباك الرئاسة ينطلق وتبور المرشحين في انتظار التوكيلات الشروع الصفحة الأولى الإخوان تبحث عدم تأييد مرشح رئاسي اتقاء لغضب القواعد والشروق الصفحة الأولى كنيسة الأرثوذكسية تميل لتأييد أبو الفتوح المصري اليوم الشورى يلجأ للدستورية العليا لحسم عضوية تأسيسية الدستور المصري اليوم القضاء الأعلى يحيل ملف عبد المعز في التمويل إلى رئيس الجنايات لفحصه الأهرام حمى ارتفاع الأسعار تصيب الدواجن والأسماك 4660 إصابة بالحمى القلاعية وعرض فرنسي لتوفير الأمصال الأهرام الصفحة الأولى آخر خبر معنا الغاء الدوري العام دي بأول خبر مصري اليوم سباق الرئاسة فهو يعني مبارح كان فتح باب الترشيح وفي أول يوم كان في 200 مرشح تقدموا لسحب اللي هو الاستمرت طلب الترشيح ما حدش حضر من المرشحين اللي هم البريزيني يمكن غير الفريق أحمد شفيق بنفسه وكان عمر موسى بعت موكل وهو الدكتور محمد سليم العاو فالعدد الكبير كان أول ظاهرة موجودة في أول يوم درجة أن كتير قوي من المشاطاء على تويتر وفيسبوك عملوا صور سخرة لي فيها الفنان راحل توفيق الدين بيقول يعني كله يبقى مرشحينهم والمين اللي هينتخب مثل إن استمرت سحبت مبارح للرئاسة حسابنا على خمسين تقريبا مبارح لا هو موضوع كمان يعني هي المشكلة مش في ساحب الاستمرار هو المشكلة اللي يتكافل فيه الشروط بتاع الترشيح لو هالتلاتين ألف توقيع أو هالتلاتين نائب أو يكون مرشح حزب معي وغالبا ما هيكون يعني كله هايضة في الآخر اللي هو المرشحين الموجودين على الساحة يعني سواء عمر موسى أو أحمد شفيق أو محمد سليم العاوة أو فتوح حزم أبو اسماعيل الناس دي اللي هي ممكن تكمل يعني في السباء نفسه بس كله كانوا موجودين مبارح كان مواطنيين يعني هو تقريبا يعني كانوا عايزين يخدوا التجربة أنه هو يبقى مرشح محتمل الشروط الصفحة الأولى كمان الإخوان تبحث عدم تأييد مرشح رئاسي اتقاعا لغضب القوايات يعني الإخوان في البداية قالوا هندعم مرشح معين يعني هندعم أبو الفتوح لا هو أبو الفتوح ودلوقتي غير رؤيهم هو أبو الفتوح يمكن تفصل أساسا من مكتب الإرشاد بسبب عدم بسبب اللي هو قراره أو إصراره على خود سباك الرئاسي كتير من الناس أو كتير من السياسيين بيقول أنه هو دعم أبو الفتوح دعم في الخفاءة مثلا أن الإخوان كانت عايزة تبعط رسالة للرأي العام وفادة أنه هي إحنا مش هنسيطر على كل مؤسسة الحكم الحكومة وبعد كده الرئاسة وبيقول أن أبو الفتوح ده يعني زي فمثلية حتى قرار فصله وعمل انقصام بين الجماعة الشباب الإخوان كلهم بيدعموا بالفتوح ومجموعة كبيرة جدا من الكيادات الإخوانية في المقابل جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة كتير قوي من تصرحات طلعت أن هما اتفقوا على المستشار حسام الغريان أن هما يرشحوا هما والسلافيين وبعدين نفقوا الاتفاق ده ويرجعوا تاني بيأكدوا ولكن هما يمكن أكيد هيتكون لهم على الأقل خلص مرشح هيدعموه في المقابل أن هما يقضوا منصب نائب الرئيس أو أما الإخوان تقول لعدم يعني تأييد مرشح تماما لرياسة وعدم هما بيقولوا كل حاجة وبيمفوها بعدين أو بيعملوا حاجة وبيقولوا حاجة تانية غير كده كمان موضوع دخول اللي هو منصور حسن سبق الرئاسة يعني كتير بيقول أو كتير من التوقعات بتقول أنه هو مرشح توافق ما بين المؤسسة العسكرية وجامعات الإسلام السياسي أنه هو يخوض الفترة الجاية أول مرحلة الانتقالية اللي هو أول فترة ترشحها أربع سنين طبعا الأخبار عندنا اليومين الجاية كلها هتبقى حول انتقالات رئاسة والشروع الصفحة الأولى كنيسة الأرثوذكسية تميل لتقييد أبو الفتوح لا هو ده هو خبر ده في أسباب ولا ده خبر لا لا أنا أقول حدرك لأن ده ملف أن أنا مختص فيه هي الخبر نفسه بيتكلم على تمثيل الكنيسة في لجمة السادة الدستور فبيتكلم أنه هو الأنبى موسى هيكون من المرشحين لتمثيل الكنيسة وبعض المستشارين القانونين للبابا زي منصف سليمان ورمسيس النجار أو المستشار نبيل مرهم اللي هو رئيس مجلس الدولة الأسبق وبيتكلم على سطر وحيد أنه هو الدكتور شريف دوس اللي هو رئيس حية الأجباط العامة بيبدأ بحملة جمع توقعات لتأييد أبو الفتوح الدكتور شريف يمكن أعلنه بشكل شخصي أنه هو بيعمل الحاجات دي بشكل شخصي بعيدا عن نشاطه السياسي في حية الأجباط العامة والصداقته القديمة لمدة أكتر من أربعين سنة مع دكتور عبد المنعم أبو الفتوح في نقابة الأطباء وكطبيب معه فكتير بيفسر أنه هو أخده كموقف واحد من كيادات الأجباط بأييد أبو الفتوح لكنه هو بيأييده بشكل شخصي وبشكل يعني يعبر عن الصداقة أكثر من انتجهات سياسية بس حتى الآن الكنيسة الأستوزكسية لم تعلن تأييدها لأي مرشح رئيسي أيها يمكن الكنيسة للفترة الأخيرة أساسا منشغل أكتر بموضوع مرض البابا ومشاكل أخرى أهم بالنسبة لها من موضوع مرشح معين لتأييده وفي نفس الوقت يمكن التجربة اللي أخدوها في الانتخابات البرلمانية لما اتجهوا للكتلة عملت تصويت مضاد ضد الكتلة وخلت الانتخابات أشبه بطائفية فبعيدا عن ده يعني حتى كان قبل كده كان فيه انقصام الأساقفة ورجال الدين المسيحي كانوا شوية بيميلوا إلى عمر موسى والشباب كانوا بيميلوا لدكتور البردعي قبل ما قال ان انسحابه فما أظنش أنه هيكون فيه مرشح لكن الأيام الجاية بتركيز أكتر على تمثيل الكنيسة أو تمثيل الأجباط في اللجنة الأساسية للدستور وفي نفس الوقت البنود اللي هو هي موجودة اللي هي أضافة جزء إذا احتكام الغير المسلمين لشراءهم في المادة التانية أو بعض قوانين الأحوال الشخصية وغيرها يعني يقولونه أن هم منشغلين أكتر بالدستور أكتر بالكثير أو المرشح محتمل المصي اليوم الشورى يلجأ للدستورية العليا لحسم عضوية تأساسية الدستور هو ده بالفعل يمكن وكيل مجلس الشورى اللي هو طرق السهري قال ان هم خطوا الدستورية العليا بسبب اللي هي الجدل اللي صار حول المادة 60 من الإعلان الدستوري اللي هو يجتمع الأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى خلال أشهر لاختيار اللي هم أو الانتخاب الميت مرشح فكتير من القانونيين بيقولوا أنه لو تم إشراك برلمانيين من المجلسي الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية هيكون ممكن يطعم بعدها من دستورية اللجنة عن كلها والدستور بما فيهم الدستور فهم خطوا الدستورية العليا للرد هل يجوز إشراك أعضاء من المجلسي الشعب والشورى ولا لا خاصة كمان أن معظم الاقتراحات يمكن كان على لسان دكتور محمد سعد الكتاتن رئيس مجلس الشعب بيقول أن معظم الاقتراحات اللي جات له بالطالب بتمثيل البرلمان هو قال فيه طالت اقتراحات جات بعدم إشراك البرلمانة هائية وفيه أكتر من 27 اقتراح جمب تمثيل مشترك من مجلسي الشعب والشورى أن هما يكون فيه أعضاء من مجلس الشعب والشورى بجانب اللي هما الفقهاء الدستوريين تمثيل اقتراحات بس قانونا هل ممكن يعني القانون بيسمح أن أعضاء من مجلس الشعب أو مجلس الشورى يكونوا موجودين في اللجنة التأسسية للدستور ما هو ده اللي هتجاوب عليه اللي هي الدستورية العليا لازم ترد عليه قبل موضوع ده قبل الاختيار النفس لأنه الإعلان الدستوري واضح بيقول يجتمع الأعضاء غير المعينين لانتخاب 100 شخص هل محددش الإعلان الدستوري بالزبط هل هما هيكونوا ضمن المئة شخص كثير من فقهاء الدستوريين بيقولوا هما مجرد ذكر صراحة انتخاب 100 شخص يعني هما هينتخبوا أو هينختاروا المئة شخص دول وليس طبعا يعني مش هينتخب نفسه أو لا يمثل نفسه نروح للخبر تاني من مصري اليوم القضاء الأعلى يحيل ملف عبد المعز في تمويل إلى رئيس جنايات اللي فحصه هو مجلس القضاء الأعلى حل الملف كله لرئيس جنايات القاهرة نفس الوقت تحرك على نفس المصار في نادي القضاء دعا العمومية طرقة يمكن جمع 200 توقيع لحد دلوقت بقيله 50 توقيع لإعلان العمومية نفسها في المقابل برضو 13 منظمة حقوقية طلبت المجلس الأعلى لقتل مسلحة ورئيس القضاء الأعلى بإغلاق القضية لأنها قال إنها سياسية أو دخلت فيها السياسة أكثر وأثرت على أحكام القضاء لأنهم كمان بيقولوا إن معظم المتهمين الموجودين دلوقت أول مقبوضة أول اللي بيتحكموا المتهمين المصريين مجرد العاملين اللي موجودين في المؤسسات دي نفسها لكن المتهمين الأساسيين أو لهم كلهم الأمريكان اللي سافروا يمكن ما فيه شلتنين اللي هما أسروا على البقاء يعني هل مقبول إن احنا في الفترة الجاية نسمع عن المنظمات المجتمع المدني وقضية منظمات المجتمع المدني هبنتكلم فيها بقالنا شهور ممكن تخلص كده خلاص يعني ما يروش فيها أي أخبار جديدة تيجي حاجة جديدة بتغطي عليها بطبيعة المصريين تمام يعني الأهرام صفحة الأولى حمّة ارتفاع الأسعار تصيب الدواجن والأسماك 4660 إصابة بالحمّة الكلاعية ده واضح إن طبعا هيكون فيه تأثير كبيرة جدا أثرت بالفعل الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا وفيه كمان يمكن فرنسا عرضت توفير الأمصال المضادة للمرد نفسه لكن ما معرفش لحد دلوقتي ليه ما تحركتش وزارة الصحة وزارة الزراعة كطب بطري وجابوا اللقاح ده وهو اللي هو مش مناسب هنا يمكن دائما يعني عندنا مشكلة في إدارة الأزمات إن إحنا بنتحرك بعد الأزمة وليس قبلها وما فيه السيناريو محدد لتعامل مع أي أزمة يعني هنا ما نقدرش نقول إن بعد عدد معين من الإصابات لازم الدولة تبتدي تطلب أمصال هو المفروض أساسا يعني أول مظاهر المرض هو انتشاره بشكل سريع زي كده ونفوق يمكن كان فيه أكتر من 2500 رسمة شيئة نفقت وفي محافظات مختلفة فلازم على طول تتحرك أو على الأقل اللي خالص تتعالج المرض ده تحاول التحكم في الانتشاره السريع لكن يعني كل اللي بنشوفه وبنتابعه من الوزارة والتصرحات بتاعتها بيفسر لنا المرض وأسباب وكذا إحنا مش عايزين كله ده إحنا عايزين أنت هتعمل إيه كوزارة أو هتعمل إيه سيناريو التعامل مع المرض ده هيكون إيه فترة جاي ما طلعش أي تصريح بخصر أهرام الصفحة الأولى إلغاء الدوري العام الخبر ده متأخر ولا معايا؟ طبعا لأ طبعا متأخر جدا النهار ده يمكن ذكرى الأربعين والمصر اليوم عمل ملف على ذكرى الأربعين بتاع شهداء مجزرة بورسعيد وإحنا في ذكرى الأربعين لسه بندرس هنلغي الدوري العام ولا لأ يعني مش معقول عشان خطر حقوق شركات رعاية وأعلانات وبعض المستفدين اللي هم قلة نعمل قضية كبيرة زي كده حصل قبل كده في مطش المحلة والأهلي وحصل مشاكل كبيرة جدا ويمكن كمان المشكلة أنه لحد الوقت بيدرسه هيعجب المصري ولا لأ يعني هم خطبوا الفيفا عشان موضوع أنه يفيده بعقوبة المصري لأنه يقول إزاي يكمل من غير فريق وفي نفس الوقت معظم الأندية متخقفة أن هي تروح أي مصري أو بورسعيد وفي نفس يعني كمان جماهير بورسعيد عملت مظاهرة أن هي بتطالب بعدم استبعادها من الدورة التنشطية اللي أعلانوا عليها فكل التخبط ده كان سبب أنه ما فيش قرار حاسم وسرية بعد المجزرة نفسها صحيح في ناس بتبص على المصلحة الضيقة موضوع الإعلانات والرعاية وبعيدا عن أرواح الناس آخر تصريحات اتحاد كورا لحد الوقت هو الاتحاد قال أنه هو مستني هيخطب الفيفا بشأن عقوبة المصري وفي نفس الوقت هيعمل الدورة التنشطية دي ويخطب الاتحاد الأفريقي أن هي هي يكون مؤهلة للبطولات الأفريقية وهيعملها بنظام مجموعتين كل مجموعة على رأسها فريق أو تسعة و بعدين هو اللي بيفوز بيتأهل البطولات الأفريقية أو زي بديلة عن الدوري بالإضافة أنه هو يعمل بطولة الكاس بدون الدولية قرار إلغاء الدوري العام ده في إيد شخص واحد مقرود اتحاد الكورا وإن لم يتخذوا اتحاد الكورا اتحاد الكورا ما اتخذش في البداية لأنه كان بمواطل عشان خاطر يعني كان طلع التصريحات غريبة لسامر زاهر وقت كان رئيس الاتحاد الكورا وقتها أنه هو بيتكلم على موضوع المسابقات والإعلانات اللي موجودة في الدوري وهو الرعاية والفلوس وبيقول أنه دي فلوس ناسه ومش هم أرواح الناس يعني دي يعني أهم الأخبار كانت موجودة النهاردة في الصحف وصحفي أستاذ عماد خليل صحفي بجريدة مصر اليوم مشاهدينا خليك معينا معينا تقرير دلوقتي في حديقة العروبة أقيم أكبر تجمع للفرق الغنائية كان فيه فرقة بلاك تيما وكان فيه فرقة تاكسي باند وكان فيه أكتر من فرقة هنروح نشوف التقرير نعرف إيه لحصل هناك ونركع نكمل فكرة اشتركوا في القناة